هي إن حريك تكتبي قصة حقيقية قصة عاشتيها عاشتيها بحسيسك عاشتيها بكل الحلو اللي فيها عاشتيها بكل المراحل الصعبة اللي مرتوا بيها أكيد في المرحلة الأخيرة كلميني عن بيت الخرنفش في إيه بيت الخرنفش؟ بيت الخرنفش هو بيت في مكان أثري سحري في حي الجمالية العريق الحي اللي تكلم عليه العظيم نجيب محفوظ وبعد كده اللي حكى عنه يوسف القعيد والأدباء والعزماء كلهم المكان ده حي الخرنفش حي الجمالية في شارع المعيز لدين الله الفاطمية جميل ده منطقة جميلة جدا ساحرة بتتبع على المقيمين فيها كتير من طبعها لإن أنت بتشوفي أن التاريخ أنت عايش في وسط التاريخ وعايش في وسط ناس كمان عندهم أصول اتربينا إن إحنا نحترم الكبير نراعي الصغير مش قيم نقولها على إطلاقها لكن نعيشها نطبقها صحيح بيت الخرنفش وهي قيامنا الإنسانية المصرية اللي اتربينا عليها كلنا هو ده بزرق طبعا إزاي إن إحنا في البيت ده كان بيت جدتي أصيلة وجدتي لأمي وزي إنه كان بيستقبل جيوفنا من المحافظات المختلفة من محافظتنا الأصلية من منوفية أو من اسكندرية أو من أي حد بيجي يزور رحاب سيدنا الحسين والجو المتصوف الجميل اللي إحنا فيه طبعا حاسين إن إحنا مكان اتولد وتربى وعاش فيه عزماء زي الرئيس جمال عبد الناصر زي الفنان نجيبي رحاني زي الفنان محمد عبد الوهاب فإذن إحنا حاسين طول الوقت إن إحنا في مكان مميز جدا وانطبع علينا هذا الأثر الثقافي والحياتي منذ نعومة أذافرنا لغاية ما بدأت أقابل بقى شريك حياتي وأنا في عمر 17 سنة وكان منطق الجديد للحي ضابط حديث التخرج وبدأت بقى من هنا المعرفة اللي إحنا لنصرتها بتفصيلها لأن فيها قيم بتقول إن الحب الحقيقي موجود صحيح وإن العشرة الطيبة حقيقية وإن إحنا مش محتاجين لألف ناقة حمراء علشان المهر ولا نموة الأشكيف علشان يبقى رجل عظيم هو رجل عظيم لما يحمي أسرته لما يبقى قوته ليهم لما يحنوا عليها لما يحتويها لما يعني يكون الأب والأخ والسند هو ده بالضبط وعلى فكرة الإنسان المحترم العظيم بيبقى مش بس لزوجته بيبقى كده أحسن ابن بيبقى أحسن أخ أحسن صديق إيهب عظيم في كل مكال الله يرحمه وإذا كنا نتكلم عنه كمان اسمحيلي أتكلم عن حضرتك أتكلم عن إخلاصك أتكلم عن إمتنانك للشكل ده من العلاقة أو للعلاقة اللي حضرتك دايما فخورة بيها أحب أعرف بس سؤال كده إنساني وهو البني قدم لما بيكتب عن حاجة حسسها وعن حسن مر بيها أحيانا تقلموا أحيانا تفكروا أحيانا تريحوا أي شعور حسيتي بي حضرتك وصفتي بالضبط وجمعني كل هذه الأحاسيس لأن أنا بدأت في البداية على مواقع التواصل الاجتماعي كنوع من السيربي نوع أن أنا عايزة أتكلم عن إيهانا عايزة أطلعي كل الجواكي المشاعر وعايزة أسيب أثر طيب إن إحنا ندعيله أدعو الناس إن إحنا دايما يقولوا رحمة الله عليه العظيم ده وإحنا فيه ناس بالشكل دايب هو الأقرب للعساكر زي ما هو الأقرب للقائد هو يبقى المفضل عند والدته ويساعدها إنه هو المفضل إنه هو علاقته بحماء اللي هو والدي وإزاي إنه هو بابايا كان بيفضله زي ابنه الكبير وعلى العكس ينحزله إزاي إنه هو علاقته بإخواته وهو الأوسط فكانت المشاعر الفخر والعايزة إن أنا بتكلم عن حد عظيم عايزة أسيب إرسل أولادي يعرفوا إن أنا اخترت لهم زي ما أنا كتبة أبا عظيم